اللي يراجع السيرة الزاتية ومسيرة حياة الرئيس التركي راجب طيب أردوغان هيعرف ليه العالم العربي والإسلامي كله مهتم جداً ومشغول بالنتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا النهاردة ويمكن أكتر ما بيهتم بنتيجة الانتخابات اللي بتتعامل في بلده ده إذا كانت بلده بيتعامل فيها انتخابات ودي مش مبالغة أكتر ما هي واقع عبر عنه ملايين في دول العالم العربي والإسلامي من خلال اسمه هاشتاج اسمه أردوغان تصدر تويتر في مصر وعدد كبير من الدول العربية ومعه أربع هاشتاجات تانية كانت في الصدارة منها الانتخابات التركية الانتخابات الرئاسية التركية الجولة التانية إسطنبول أربع أربع هاشتاجات غرد عليهم آلاف النشاطاء طيب إيه سبب اهتمام ملايين العرب والمسلمين وكمان الدول الغربية بالانتخابات الرئاسية التركية للدرجة دي الدكتور حاتم المطيري رئيس حزب الأمة الكويتي كتب عن الأسباب دي فبيقول إيه حاكم بيقول الآتي تركيا اليوم أستاذ دكتور حاكم المطيري أهم بلد إسلامي ونتائج انتخابتها لا 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 أهم حدث بيرقبوا العالم فيه يرقبوا العالم فيها منذ سقوط الخلافة حتى اليوم والتي ستحدد مصير شعوب المنطقة بل العالم إسلامي كله بعد أن غدت تركيا أهم ساحات المواجهة بين الأمة والحملة الصليبية الغربية فإما أن تمضي تركيا والأمة معها في طريق التحرر والنعضة وهي ماضية بإذن الله وإما أن يعيدها الغرب ونظامها الدولي وحملته الصليبية إلى وسيته ونفوزه عبر أحزاب الضرار العلمانية الإسلامية ده هو اللي بيقول وسيكون غدا بإذن الله يوم 29 مايو يوم الإعلان عن الفتح الثاني والنصر على الحملة الصليبية وحلف الأقليات الوظيفية واستعادة الأمة والشعوبها لدورها التاريخي كما كان في يوم 29 مايو سنة 1453 هو نفسه يوم فتح القسطنطينية الأول ده رأي الدكتور حاكم المطيري ما نجدعه والراجل كده إذا كان ده رأيه واللي شايف أن تركيا بتلعب دور في التصدي للعداوة الغربية ضد الإسلام إنما الإماراتي جاسم الشماسي شايف أن العرب منشغلين بالانتخابات التركية مش عشان مصالح شخصية ولكن حبا لمشاعر الحرية زي ما كتب هو في التغريدة بتاعته وقال معظم العرب منشغلون بالانتخابات التركية ليس لمصالح شخصية أو لمستقبل محدود رخيص وإنما حبا لمشاعر الحرية ونصر لهذا الدين وحبا لمستقبل شعب تركيا المسلم ولقائده الذي جاهد برغم الأعصير والعراقيل للدفاع عن هذا الدين ومبادئه أردوغان مواقف أردوغان في الدفاع عن المظاهر الإسلامية كان جزء من الأسباب اللي خلى ملايين العرب والمسلمين يحبوه ويدفعوا عنه حتى كمان الأتراك اللي رجعوا ستتهم حقهم في لبس الحجاب وده اللي خلى فتاة صغيرة تبكي والدافع والطالب شعبها بانتخاب أردوغان عشان الحجاب بني بنوتة صغيرة بتقول لهم لو وصل حزب الشعب الجمهوري للسدة الحق مش هنعرف نلبس حجاب الناشط القطري فهد الشهراني رابط بين زيارة أردوغان لقبر عدنان مندريس صاحب قرار إعادة الأزام باللغة العربية وبين حب المسلمين للرئيس التركي فكتب التغريدة دي كتب يقول لنا أو يقول أو يقول لمتابعينه بالأمس زار الطيب أردوغان قبر عدنان مندريس رئيس الوزراء المنتخب والذي انقلب عليه الجيش عام ستين وأعدموه بمساعدة حزب الشعب الجمهوري اللي منه كمال أو زعيمه كمال كالتشدار أغلو وهو من أعاد الأزان في المساجد باللغة العربية الذي سيظل رمز للحرية في تركيا الانتخابات الراسية التركية اللهم منصر عبدك الطيب أردوغان واجعلها فرحة للمسلمين وحزن وشقاء على من يكرهون كل ما هو إسلامي على الجانب التاني تعالوا نشوف ستة تركية ولا هي محجبة ولا أي حاجة وإزاي بتدفع عن أردوغان اللي خلى بلدها في مقدمة الأمم اللي بتنتج طيارات ودبابات وأسلحة مطورة السيتي دي مش محجبة ما نعرفش ديانتها إيه ومش مهم لكن أولا خاتبه لكم من الفيديو ده كويس قوي ركز في الفيديو مش محجبة ما نعرفش ديانتها إيه ومش مهم لكن أولا خاتبه لكم من الفيديو ده كويس قوي ركز في الفيديو أو الله يخليك خاتبه لك أن الرجل اللي كان واقف جنبها مؤيد لكمال كالتشدار أغلو خدت بالك من الحوار اللي بين الاتنين محدش ضرب حد خدت بالك من الشباب دول اللي بيعملوا استقصاء رأيي في الشارع بمايك صغير وعادين عادي لا بوليس ولا أمن وطني بيتابعهم ولا حد شقاطهم وهيرجعوا البيت بص الراجل هيطلع يقول لها أنا مؤيد لكمال كريتشدار أغلو في الشارع ولا فيه بقى هات إذن عشان تصور ولا فيه أي حاجة هو الراجل ده الراجل ده مؤيد لكمال كريتشدار أغلو الستة دي التانية مؤيدة الراجل بتايب أردغان الشباب بيصوروا في الشارع عادي جدا مفيش بقى أمن وطني ويجي لهم مغبر بشنب كده وعمل نفسه بتعموز ويقول لهم بتصوروا لصالح مين مفيش الكلام ده خالص هي دي الحرية حاجة تانية في الفيديو دي اوفينا الستة دي بتقول بالنص كده إنها قدت صوتها لأكرم إمام أغلو أكرم إمام أغلو ده هو المنتخب لإدارة اسطنبول من غالبية بتوع اسطنبول وهو المعارض لأردغان وهو من حزب الشعب الجمهوري تقريبا بتقول ندمنا إن إحنا دينا صوتنا الأكرم إمام أغلو كل يوم بنندم محدش قال لها اقطعوا عنها الكهرباء روحوا فتشوا بيتها وهاتوا الدهب اللي عندها اسمع الستة دي بتقول إيه اسمع العب الانتراكي شكرا بالأكرم 6 تاني سميزم 6 تاني مشيء منتصل وكل يوم بنندم لأن احنا دينا صوتنا لأكرم إمام أغلو تعرف أكرم إمام أغلو نزل قدام مين في انتخابات بلدية اسطنبول نزل قدام بن علي يلدرم بن علي يلدرم ده عمل حاجات في اسطنبول خرافية لكنه صقت في الانتخابات قدام أكرم إمام أغلو الست دي بتقول أنا ندماناً اددت لصوتي أصلا خدت بالك من الحرية خدت بالك من المشهد كله مشهد محروم منه العالم العربي كله كله إنك تقف تندم إنك تددت صوتك لواحد إنك تقف تقول أنا هدي لفلان وما يحصل لكش مشاكل حقيقة رحلة أردوغان السياسية عجيبة جداً وتخليك تتأكد إن ما فيش حاجة أسمع مستحيل شاب صغير بدأ حياته بإنه يبيع صميت الصميت ده اللي هو من سميحنا زي الكحك كده صميت بيتباع عندنا حتى في مصر بيبيع الولد ده صغير كده صميت بقى واحد من أهم قادة العالم في السياسة في التاريخ هو حكى عن كده بنفسه عن نفسه بيبيع الصميت أو الشاب أو الصف اللي كان بيبيع الصميت بقى واحد من أهم الزعماء في تاريخ العالم وفي تاريخ تركيا أردوغان حقق لتركيا تقدم في كل المجالات وجعلها في مصاف الدول العظمى ولم يقترد زي غيره ده اللي كتبه حساب باسم محمد قال أشهد الله يا أردوغان أنك أغجلت من قبلك وأتعبت من سيأتي بعدك تحديث أمريكا وحلفاء الذين أرادوا إسقاطك حقدا وكرهية تقدمت إلى مصاف الدول العظمى في كل مجالات الهامة في حياة الشعوب ولم تقترد مثل ما يفعل الآخرون وفاقك الله وسدد خطاك يا أردوغان من أكثر الحاجات اللي بتعجب الأتراك وكمان العرب في أردوغان هي تعاملوا بندية مع قادة أكبر الدول العالم وعشان كده النشطاء جمعوا فيديوهات لرؤساء أتراك سابقين إزاي كانوا بيتعاملوا مع رؤساء الدول الكبرى وإزاي أردوغان بيتعامل معهم أردوغان أو من يطلق عليه في الإعلام المصري السلطان أردوغان نصرة أردوغان المظلومين والفقراء جعل منه رمز كبير جدا في العالم العربي زي ما كتب حساب باسم صدام من اليمن ودعا للرئيس التركي بيقول راجب طيب أردوغان مرشح المظلومين والفقراء في مواجهة مع أغلو مرشح الاستعباد الجديد الإمبريالية العالمية اللهم منصر أردوغان نصرا ساحقا ماحقا أردوغان حقق تقدم كبير جدا لبلده وده اللي خليه يمسل حلم كبير لكتير من المواطنين العرب اللي بيحلامه بحاكم زيه في بلادهم واللي عمل نهضة صناعية كبيرة ومن أماها تصنيع السلاح واللي قال عنها من كام يوم إنه هيعمل صواريخ نووية قريب جدا ده اللي بيفتخر بيه أردوغان نفسه يقول أنا يكفيني إن شعبي يذكرني بإنجازاتي بعد ما ممشي ده اللي قاله أردوغان نشاطاء كتير الدولة على صفحات تواصل اجتماعي فيديوهات مؤثرة عن حياة أردوغان منهم الفيديو اللي رد فيه على موزيع معارض صخر واحد من المعارضين من صلاة الاستسقاء عندنا صلاة في الإسلام صلاة استسقاء فرد عليه رد مفهم يلخص فكرة تزاوج الإيمان والعلم الدين والدنيا الثوابت والتطور كلمة أخيرة أقولها قبل مخرج وقبل ضيوفي حاجة واحدة بس تخيالوا الرجل ده لم يدخل انتخابات ويخسرها من ساعة ما دخل في ولاية إسطنبول لحد النهاردة ما دخلش بشخصه انتخابات وخسرها شيء عجيب الأعجب منه بقى إنه في الانتخابات دي الحزب بتاعه كسب البرلمان وهو كسب الرئاسة بعد كل الحرب دي أردغان يكسب مقعد الرئاسة والحزب بتاعه يكسب البرلمان إنما أرجع وأقول لكم إذا كان أردغان شخص متفرد في التاريخ ودي حقيقة لكن الأهم هو الشعب زي ما قال سيد حجاب الباقي هو الشعب الباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يرد زحف الشعب شكرا